موسيقى هلو هلو يوم جديد يوم سعيد يربيكم كله خير وبركة وسعادة وطاقة إيجابية النهاردة المينيو عندنا بسيط غير مكلف بس الحاجة كلها تأكل مش لازم علشان نعمل أكل حلو ونبقى مكلفين مقادير أو لحوم أو بروتينات كتيرة في ناس كتير ما بتحبش تأكل بشكل يومي لحوم وأنا بشوف أنه طبعا ربنا يعني حلل لنا كل حاجة وأنا مش من مدرسة أنه واحد يبقى نباتي أنا من مدرسة التوازن أنه الواحد يعمل توازن في حياته أيام ناكل حاجات نباتية نقلل اللحوم يوم يوم ناكل أسماك يوم ناكل لحوم حمرة الخضار طبعا تبقى موجودة في كل الأيام نعمل توازن ناكل يوم معجنات اليوم التاني ما ناكلش معجنات أو أعيش كتير الحياة كلها عبارة عن توازن منحاول نوصله مش بالضرورة أبدا نوصل بالتوازن التام بس مجرد المحاولة في أي نحية أو جزء من حياتنا الخطوات اللي بناخدها هي في حد داتها بتبقى خطوات صحية ومفيدة النهاردة مكوناتنا زي ما قلنا بسيطة ما إنكم بتحبوا المعجنات حبتدلكم النهاردة بوصفة الكل يعشقها هي شبيهة خلية النحل بشكلها بس هي مش خلية النحل هي جارلك برد طبعا الوصفة نفسها ممكن تروح في أي يعني اتجاه فإحنا النهاردة واخدين العجينة اللي هنتعرف عليها مع بعض بالزبدة واللبن والبيض عجينة تدرس عاملة زي البريوش بس أسهل بكتير من خطوات البريوش فحنعمل العجينة دي النهاردة ونحشيها بالجبن ونخبزها بالفرن ولما تطلع تاخد شوية زبدة بالتوم بالبقدونس أو أي أعشاب أنتوا بتحبوها دي تجنل فهي سناك لطيف ولزيز وشكل خلية النحل بخلية نقدر ناخدها كده نقطعها بكل سهولة وشياكة وناخدها معانا باللونش بوكس كمان أو نديها للولد طيب هنعمل إيه جنبها؟ هنعمل النهاردة حاجتين سهلين جدا واحدة منهم فيها البتنجان البتنجان هذا الخضار اللي قد إيه متلون ومتنوع حسب ما إحنا بنعمله بالوصفة النهاردة هعملها بوصفة اللي وصفتين جايين وصفتين فلسطينيتين نقول فلاحين من البيدر البيدر بفلسطين اللي هو الأرض الزراعية يعني بابا دامن كان يحكي لي أنه جدتي كل بيت فلسطيني فيه بيبقى حواليه بيدر وبيبقى مزروع فيه حاجات الأساسية بصل توم فلفل ألوان بتنجان كوسة يقول لي ساعات جدتك تاخد السبت وتشوف فيه ايه من الموجود وغالبا بيبقى يعني البتنجان بيدخل بشكل أساسي بالوصفات اللي هي الصواني وبتعمل لنا ايه؟ شوية حاجات بزيت الزتون بتطلع خطيرة فالنهار دا هنعمل زي تقلية كده بالبتنجان والتوم والفلفل الحراء والسماء حاجة كده بسيطة جدا جنبها رغيب في عيشي جانا هنعمله من نفس عجينة الجارليك براد وأكلة صدقوني لما تجربوها هتحبوها الأكلة التانية مما أنه بحكي لكم عن حكايات بابا وقصص جدتي ما فيش تقريبا في فلسطين بيت الرجالة ما بتدخلش في المطبخ طبق تقريبا الوحيد اللي بحبوا يعملوا رجالة يعملوا ألاية البنادورة ألاية اللي هي الطاصة بنادورة اللي هي الطماطم الأكلة البسيطة جدا دي هعملها النهاردة بطريقة بابا على قد ما هي بسيطة وفي خطوة هدام بيعملها كده يعني فيها حنتفة شوية دي تتغمس وتتاكل فطار تتاكل عشا وهي فيها ريحة الأرض والبيدر وفيها ريحة فلسطين الكتير من الأكلات النباتية موجودة في المطبخ الفلسطيني وزي ما قلنا حنفضل نتعرف على هذه الأكلات ونمتلك إحنا قصصنا وتاريخنا وجدتنا وبيدرنا وأرضنا لأنه التمسك بهذه الأشياء البسيطة هو تمسك بقضيتنا تعالوا نكتب المنيو عندنا النهاردة منيو خانيا نقول بسيط يعني هو مش نباتي ليه عشان إحنا حطين مع العيش اللي حنعمله الجارليك بريد جبنة حنعمل خلينا نسميها خلية النحل بالتوم والزبدة والجبنة حناخدوا وصفتين وندمجهم مع بعض وبعدين حنعمل تقلية البتنجان بالصماء لأن الصماء هو المكون اللي حيدي البوب أوف ليبر نكهة الطبق وحنعمل اللاية بنادورة بابا أنا كلما أهلي يوحشوني هم عايشين برا مصر كلما يوحشوني بيوحشني أكلهم وبععد أعمل الأكلات دي وشوفوا قد إيه الواحد فعلا الأكل هو آه حاجة يومية وبسيطة واحتياج يومي بس قد إيه مرتبط بقصص وحكايات كم أكلة أنتوا بتاكلوها رحتها بس بتفكركم بطفلتكم ببيت العيلة بعمتكم بخلتكم برحلة قد إيه الأكل هو حالة مش مجرد واجب نعمله كل يوم لازم نستمتع فيه وفيه نوستالجيا الكثير من الحنين بعد الفاصل عندنا حلقة بسيطة جدا هتكون موجودة دايما كل حلقتنا على اليوتيوب بتتعاد حلقة الخميس بتتعاد تقريبا يوم الجمعة وكمان كل حلقتنا ووصفاتنا موجودة على الفيسبوك وميشو تيجي بعد الفاصل وحلقة لذيذة هلو هلو في حلقة جديدة من ميز شو النهاردة مكوناتنا بسيطة ووصفاتنا شهية تعالوا نشوف انتوا بتحبوا المعجنات بصوا بقى الوصفة دي هتنقسم لشقين شق العجينة الوحدها اللي ممكن نعمل منها دا عملنا منها دا وعملنا منها كمان بصوا الرغيف دا إذن العجينة هي من العجائن النجحة اللي بالزبدة والحليب والبيض بصوا العيش أنا خبزة حرفيا من 3 ساعات بصوا بصوا ازاي طري بقالوا 3 ساعات بصوا طري ازاي العيش اللي هو شبه العيش التركي عارفينه اللي بتقدم في المطاعم التركية بيكتبوا عليه الاسم كده ممكن انتوا لعبوا بحبة البركة وتكتبوا اللي انتوا عايزينه هنا عملنا منه وصفة النهاردة هعملها لكم هتعجبكم جدا لانه ممكن تحشو دي اي حشو انتوا حابينها بس النهاردة هنعمل جارليك برد فكرة الزبدة بالتوم بالاعشاب او بالبقدونس من الحاجات اللي منحبها جدا في المطاعم الوصفة دي بصوا قد ايه طرية بصوا بصوا العجينة عجينتنا بايني شايفين عجينتنا بيرفكت طيب انا ليه مش هشيلها من القلب دلوقتي لاني هعمل لها براشنج الخطوة الاخيرة دي مردتش اعملها الا لما نبقى مع بعض اللي هي ايه هندهنها بخليط من الزبدة التوم يدوبك نسخن الثوم مع الزبدة يعني هسيب الزبدة تسخن احط الثوم سنة الحرارة دي هتخلي الثوم يدي طعم اكتر وحنستخدم زبدة فرن اذا الوصفة دي فيها زبدة في العجينة وفيها كمان زبدة على الوش ودهنة برضو هتشوفوه هنعمل العجينة مع بعض او نشكلها كمان هندهنها بالصفار بيض مع شوية زبدة شوية خل ورشة ملح وتدينا اللون الرائع اللي انتوا شفتو ده طيب هناخد الزبدة ونحطها في الطبق هخلي دي هنا وناخد الزبدة وحنستخدمها في زي ما قلت لكم في كزا مكان في الوصفة اول حاجة دلوقتي هنعملها الخطوة النهائية يعني هنبتدي من اخر الوصفة هاخد قطعة من الزبدة نحطها هنا على النار نسيحها جارليك برد ده من الحاجات اللي بجد بجد طعمها يجنن بالذات الناس تحب التوم والتوم مفيد يا جماعة علينا احنا بالشتة بالذات يعني منتلكك ندخل بصل وتوم زي ما هنعمل معنا التوم والفلفل الحرق على فكرة من الحاجات برضو اللي بتعلل مناعة وبيعالج اعراض البرد فعندنا فلفل حرق وتوم وبصل تقريبا في كل الوصفات عندنا هنا الزبدة بتسيح اجيب فرشة لازم نخلي معنا الفرشة عشان ندهم وكمان هنقدم على طبق حلم بحب شكل خليط النحل لانه سهل جدا كل واحد ياخد قطعة من غير ما نبوز العجينة يعني شكلها ببقى متماسك بس بنفس الوقت سهلة تدي كونستركت انه نسحب منها قطعة هاتنروح على الزبدة اذا اتفقنا هنحط التوم معاها بعد ما الزبدة تسيح الحرارة اللي بتبقى مع الزبدة هي اللي هتخلي التوم يدي قولنا نستخلص انفيوجن يا مخرجنا اللي هو والانفيوز الزبدة هنستخلص ناكهات مثلا لو حابين تحطوا ناكهة روزماري هتحطوا عرقين روزماري هنا مع الزبدة حابين تحطوا زعتر ممكن برضو تحطوه هنا مع الزبدة الحرارة بتساعد جدا على اكتساب الدهون للنكهات هاخد التوم اسمه جارلك برد فهنحط معلقة التوم كبيرة مش عايزين نحمره خالص شايفين حرارة مجرد نحط كمان رشة ملح هو اللي بيبرز كل النكهات وبعدين هنحط هنا يا اما بقدونس يا اما روزماري يا اما زعتر يا اما ريحان اللي انتوا تحبوه انا النهاردة هعملها بالبقدونس هنعمه شوية بس خلاص حط في النار عشان مش عايزة الزبدة تحمر التوم وحنحط البقدونس وعلى فكرة الحرارة لما تتحط البقدونس والورقيات على النار بتبان تعمها اكتر شايفين الخلطة الحلوة دي بالفرشة حالا اين انا طلعت الفرشة صح مش طلعنا الفرشة اهي هيا بنا تعالوا هنا بقى خلطة اللي تجنن دي اللي بتدي بصوا جبنا اصلا هنا اللي حاشينها تشدر صفرة بصوا اللون اصلا اللي الزبدة بتديه للوصفة وعجائن الزبدة على فكرة في ناس تستصعبها جدا وهي عجنتنا النهاردة مظبوطة مية بالمية شايفين لونها يجنن ازاي جعتوا بصوا بجد شكلها حلو ازاي المخبوزات من الحاجات اللي انتو بتعشقوها بتطلبوها مني دايما فالنهاردة احنا بنستخدم قاعدين زبدة فرن هي اللي بتقدم لكم معايا الوصفة دي يلا نفتحها ونقدمها بسم الله الرحمن الرحيم بحب احطها بقالب زي بتاعة تشيز كيك بسهل لي ان اطلعها بصوا شكلها شوفوا اللون شوف لون السايدز بصوا كيكة يا جماعة هنا بصوا في ناس تحب دي تبقى كيكة عند ميلادها ايه رأيكم لوحة هننقلها هنا فحاخد حاجة بس انقلها فيها استنوا افكها بس من القعدة الله بسم الله ما شاء الله انا مش هين علي على فكرة اقطعها او اسحب من اياني تقريبا اش هخلي حد يمدي ايده عليها من حلوتها بجد اي رأيكم يلا بينا نعمل مع بعض العجينة اللي بتفضل سوبر هشة كده ولون هيجنن روعة وشوفوا الزبدة مديها لون وجليزة عامل الزايدة غير الطعم طبعا هنحط دي هنا وهيا بنا نبتدي مع بعض بالعجينة هسيح برضو هنا زبدة للعجينة هنحتاج اربع اه هتأكد لكم بالظلط من اخدار اربع معالق صح يا كنترول اربع معالق هاخد الزبدة وحنقطع تقريبا مقدار الاربع معالق بصوا هيبقى تقريبا المقدار دي يعني لو قسمناها بالشكل ده كل واحدة منهم الاربع قطع دي تقريبا هتديني معلقة كبيرة من الزبدة وعلى فكرة عايزة بص على الورقة هنا متقسمة عندكم هنا بصوا متقسمة ارقام من واحد لعشرة شايفين اوكي شايفين الخطوط دي دي تعرفكم الميت جرام الزبدة فين عشان الناس اللي بتحب تمشي على الوصفات الخبز سبق بالجرام هناخد الزبدة دي ونسيحها وحقول لكم حالا مقادير العجينة اللي هتلاقوها على صفحتنا على الفيسبوك العجينة دي سهلة جدا ونجحة جدا 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 شفتوا طلعت لنا نوعين من المخبوزات ازاي تعالوا نشوفها مع بعض عندنا 3 ارباع كوب من الحليب ازا هنا العجينة زي البريوش لبن حليب زبدة والبيض 3 ارباع كوب من الحليب عادة بدفي الحليب لكن هنا بما اني هسيح الزبدة هي هتديني الحرارة الكافية اللي هتحتاجها الخميرة علشان احنا في الشيتة بالزات تحتاجها حرارة تحتاجها سكر غزة فحنستخدم معلقة سكر كبيرة مع الحليب وحنستخدم كيس الخميرة كامل اللي هو 12 جرام مثلا حنحط ملح بس ما نحطوش فوق الخميرة خالص نستنى بعد ما نضيف الدقيق ما نضيف الملح وحنحط بيضة ازا عندي 3 ارباع كوب باية حليب عادي بدرجة حارة الغرفة وعندي الخميرة معلقة كبيرة او كيس الخميرة 12 جرام 11 جرام ده الأفردج يعني متوسط ال كل البرانز اللي موجودة في السوق لو حابين تستخدموا خميرة بيرة بتبقى يدوبك 2 جرام من هي الخميرة اللي منجيبها من المخابس دي وحنحط اربع معالق كبيرة من الزبدة عندنا الدقيق 3 كبيات بس مش هضيفوا كله ليه؟ الجو قلنا من الشتة للصيف بيختلف ونوع الدقيق الهايدريشن اللي فيه في أنواع دي بتشرب مية أكتر أو سوائل أكتر وأنواع أقل هنضيف ونحكم إمتى خلاص نوقف إن شاء الله مش هنحتاج نزيد فقط نقلل أو تبقى المقدار بالزبط الزبدة لازم تبقى سايحة وقلنا هي حرارة الزبدة اللي هنعتمد عليها في السوائل إنه توصل للحرارة اللي تخلي وسط للخميرة مناسب إنها تخمر وتتفعل كويس طب في الشتة نعمل إيه يا شف لو الجو برد في البيت وما بتخمرش بسرعة زي ما إحنا عايزين هندفي الفرن أنا بعمل الحركة دي دايما بدفي الفرن وأطفي وخلي يدوبك فيه يعني دفع عارفين تحطوا قدكم عادي يدوبك دفع وبعدين بحط العجينة متغطية بستراتش بلاستيك بحكم كويس عشان أعرف تفاعلها إحنا هتبتدي تتنفس الخميرة خميرة كأنحي واتطلع تاني أكسيد الكربون لو مقفول عليها بالبلاستيك كويس هتبتدي تنفخ لفوق بالشكل ده هنعجل الخليط ده الأول أو نخلطه شوية مجرد نخلط البيض مع اللبن مع اللي وحنبتدي بالتدريج نضيف إدقي إدقي حننخله كويس عشان يكون منسمي منقول قيري يعني فلافي كده وحبتدي أضيف بالتدريج وإحنا بنعجل نبتدي على سرعة متوسطة مجرد نلم المكونات دول ثلاث كبيات هبتدي أضيفه إحنا منعلي السرعات واحدة واحدة إذن عجلتنا كالآتي بيضة معاها 3-4 كباية لبن حليب درجة حرات الغرفة معاها كيس الخميرة 12 جرام أو معلقة كبيرة معاها زبدة فرن أربع معلق كبار هم اللي نسياحهم وتكون فيهم الدفا ومعلقة كبيرة من السفر نخلط الخليط ده ونبتدي نضيف عليه الدقيق بالتدريج الدقيق 3 كبايات من الدقيق ورشة الملح لسباتيولا كده ندخل الدقيق في النص قبل ما نحكم هنحتاج دي أكتر ولا لأ نعلي السرعة لعجينا بتبقى لينا بس متمسكة اتنين مع بعض أنا مخليها نص كباية مثلا لسا معايا وحشوف هحتاجهم كلهم ولا لا وقت الفاصل مخرجنا إحنا ثواني بس نخلص العجينا أهي بتدي التلم شايفين أعتقد كل اللي هنحتاجه بس معلقة دقيق دي هعلي السرعة شوية إحنا هنا منفعل لجلوتن المطاطية اللي شفتوها دي في العجينا من أهم أسبابها كمان العجل الصح خلاص شوفوا دا لعندي قد إيه تقريبا نص كباية في الصيف أو أوقات مختلفة أو نوع دقيق تاني ممكن نوصل لثلاث كباية تعالوا نشوف عجنتنا مع بعض وأقول لكم يعني إيه عجينة طرية لكن متمسكة ناخد دقيق اللي ماستخدم دهوش بصولي قد إيه عجنتنا طرية لكن متمسكة هقوم حطة رشة دقيق هنا وهنا وأكمل عجنها بإيدي شايفين قد إيه طرية وهشة وبعدين هسيبها تخمر لمدة ساعة على الأقل وبعد الفاصل هنشوف الخطوة الجاية ترجمة نانسي قنقر إذن قبل الفاصل عملنا العجينة عايز أقول لكم عجينة الزبدة والبيض بتبقاش من العجاء اللي بتخمر قوي كده ليه؟ لأنها بتبقى أتقل من العجينة اللي فيها مية أنا عايز أوريكم دي لسه إحنا عملنا حالا بصغطناها ودي عملناها من ساعة ساعة ونص بصوا هتخمر بس بالمقدار ده دول نفس المقدار بين معانا يعني هنا اللي إحنا لسه عملناها هفتح لكم تعالوا نشوف شكلهم عشان تفهموا قصدي ما تتوقعوش إنها هتخمر بشكل كبير هي بس هتتحول دي لدي هو ده الحجم اللي إحنا عايزينه أوكي؟ فهنعمل إيه؟ بعد ما تخمر عندنا الجبن هنا حابين تعملوا خلطة بين الموزاريلا تشادر جودة أي خلطة جبنة عندكم هناخد من العجينة أنا هاخد بس جزء من العجينة كده عشان أوريكم إزاي نعمل الرغيف ده هنفردها على صنية الخبز نحطها بالشكل ده ونسيبها هنا تخمر تاني في الصنية بعدين نفردها بأيدينا نرش نخلط عليها صفار البيض اللي حنعملها ونرش عليها سمسل محبة البركة دي اللي هي مش وصفتنا النهار ده وصفتنا حنركز في دي بس التريك اللي أعزي أقولها لكم إنكم لازم تسيبوها على الصنية اللي حتخمزوا عليها تخمر خالص تترى فتروح معاكم بسهولة تعالوا نعمل الكور بكل بساطة هناخد العجينة وحنحشيها على شكل كور اللي احنا عايزينه فلتكم جبنة شادر فقط مثلا ونشكلها شكل الكور الشكل ده ونقفلها كويس كده دي برضو منسيبها في القالب اللي حنخبزها فيه قبل ما تدخل الفرن كمان نص ساعة يعني هقول لكم المسافات البينية اللي تعملوها منسيب مسافة إنها هتخمر ومسافة إنها هتتخبز فلو حطينا دي هنا اللي جنبها هفردها وعلى فكرة عايز أقول لكم برضو حاجة لذيذة إحنا ممكن ساعات أنا دي تريك هقولها لكم دي بيني وبينكم يعني ساعات بعملها إني بأخد العجينة ولسه هي حالاً معمولة أوكي لما إني حسيبها لسه تخمر وتاخد الشكل ده اللي لازقين في بعض بقفل عليها على طول الشكل ده بس هنا بسيب مسافات بينية أبعد يعني بصوا المسافة هنا ممكن مخرجنا يورينا خلي دي جنبي بسيب المسافات أبعد من بعض عشان لسه العجينة هتخمر وحتدخل الفرن تتخبز وهي لسه ما خدتش وقتها إنها تخمر التخميرة الأولانية إذن منشكلها بصوا قدق إلينا بتتشكل معايا بكل سهولة هنعمل كده نحشيها إيه؟ ممكن نحشيها مكونات فيتزا ممكن نحشيها حاجة جبنة كريمي ممكن نحشيها فكروا معايا كنترول سبانخ وجبنة فتة مثلاً اللي هي جبن الحدقة أي خلطات معجنة تنفع ممكن نحشيها سكر وقرفة وزبدة فرن مع بعض ونعملها زي السيلمان رول بس هنكملهم بالشكل ده لحد ما يتملوا وبعدين هنسيبهم نغطيهم كده وأنا بعمل حاجة لذيذة أنا بقوم فتح باب الفرن اللي بسخنه هنا وبقوم حطها ده كده لو أنا مستعجلة بالشتاء ومغطيها بيقلل المدة التخمير لنصها فهنا الهوى كله بيطلع بعدين طبعاً قبل ما أخبز بقوم قفل الباب مرجعها الحرارة تاني لتمحقق الدرجة اللي أنا عايزها للخبز ويكون ده جاهز لما يجهز هنعمل له خليط من البيض بيض هاتو هنا طبق صغانطوت في طبق صغانطوت يا أولاد هنا هاتو ناخد أي طبقة فإذا خلاص انتوا عرفتوا مرحلة التشكيل أكدش هنعمل نشكلها دلوقتي كلها وحناخد ممكن بيضة كاملة ممكن صفار بيض زي ما تحبوا في ناس بتحبش نكهة الزفارة بس أنا هقولكم على سر للنكهة دي هنحط سوري الخل أنا جايب الزيت الخل هنا بيعقم البيض زي ما بنعمل بالحلويات مع البانيلا بيطير الريحة اللي فيها شوية زفارة رشة الملح نقلب وحندهن وش المعجنات دي قبل ما تدخل الفرن على طول ندهنها بالخليط ده تحبوا مثلا تحطوا عليها سمسم بعد ما تحطوا الطبقة دي تحبوا لونها غامق زي اللي أنا عملاها هتحطوا صفار بيت بس مش البيض والصفار كل ده يرجع لكم فيه ناس عندي تقولي لها ما حبش يهدر البيض بيراحتكم اللون بس بيبقى أغمى لأنه بيبقى الصفار لونه أقوى بتدخل الفرن قد إيه؟ بتدخل الفرن تقريبا لمدة 20 ل 30 دقيقة عشان تخبز كويس على درجة حرارة 180 وياريت مع مروحة لمدة قلنا 20 ل 30 دقيقة بس وبتطلع زي ما شفتوا نعمل عليها خلطة الزبدة والأعشاب أي أعشاب أنتوا بتحبوها مع شوية ملح وتوم وتتقدم بالشكل الحلو ده تعالوا ناخد واحدة لأنه أنا صورتها قراري تعالوا تعالوا هنا بسوا بتطلع معنا إزاي بسوا العجينة وشايفين بسوا إزاي شايفين البريوش عامل معنا هنا الخطوط دي نفتحها من جوه بسم الله بصوا محشية حشوة الجبنة ندوق بقى خطيرة يعني عاق ينفع نطلع بريك يا كنترول عماها الجنن والعجينة هشة وطعم الزبدة واضح طيب تعالوا نروح من الوصفة التانية ننوضب حوالينا ونعمل وصفة البتنجان هنستخدم هنا زيت الزتون قلنا الأكلة دي من الأكلات الفلسطينية البسيطة اللي بيعملوها الناس في البيدر الفلاحين مش كل يوم هنأكل لحمة مش كل يوم عايزين برضو أكل بياخد ساعات في التحضير هنعمل النهاردة مع بعض تقلية البتنجان مع السماء زيت زتون ده زيت زتون مصري بس يعني ما أقرب أرض سينة لأرض مصر وما أقرب هم أراضي مباركة وشجرة الزتون شجرة مباركة وطعم زيت الزتون بيبقى مختلف جداً الصراحة من أحلى أنواع زيت الزتون موجود في مصر وفلسطين إنه بالأردن بلدنا غنية جداً بهذه الخيرات هنبتدي مع البصل هنحط مع الحرارة هنحط تقريباً بصلة كبيرة أو بصلتين متوسطتين أنا حجيب طاصة هنا كان عندي طاصة صغيرة هاتوا ناخد الطاصة دي لإنه حنقلي على جم التومة زي الطاشة كده مع الفلفل على الحرارة إذن ابتدينا بالبصل والبتنجان هنقشره ونقطعه ونحطه في مياه لحد ما نستخدمه عشان البتنجان مليان إيه كنترول هي مش حلقة صحتك بمطبخك بس أنتوا مفروض بقوا ذكرتوا حديد برافو مليان حديد تخيلوا مصدر غير مكلف للحديد هناخد دلوقتي البتنجان بصوا أنا مقطعها إزاي بصوا مقطعها مكعبات بعد ما قشرناه وحطينه في المياه حنصف فيه حصف فيه في الحود أنا البصلة مش عايزة حمرها عايزة هتعسل كده بس بزيت الزتون وحنحط دلوقتي حالا الملح الملح هنا عايزين البتنجان يستوي بسرعة حنحط الملح هتناخد الملح بيدبلها بسرعة لو عايزين نكرملها ما منحطش الملح إحنا اتفقنا أنه الملح لما منيجي نرشه على البتنجان قبل ما نقليه عشان يطرد إيه؟ المياه إذا الملح بيخلي الحاجة تنزل المياه وده عكس التحمير فإحنا لو عايزين يبقى بني محمر مش هنحط الملح هحط البتنجان ونقلب كويس وهنا الطاصة التانية هحط فيها برضو زيت زتون وحنحمر فيها الفلفل الحرق والتوم التوم عامله شرايح مش مدقوق هبتدي الأول بالتوم فضلنا كده بس حاجات بسيطة الطماطم بوهرتنا عندنا كمون وكزبرة وبالآخر هنحط بقدونس والسماء هو الأساس هتنحط عليهم السماء يبتدي يدي النكهات من دلوقتي معلقة سماء والسماء طعمه ايه شف بيدي مزازة هو من الحاجات المضادة للأكسادة بشكل كبير هديهم تقليبة ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل يكون أنا حابي عداء عن النار شوية أو أوطي النار عشان نعمل خطوة دي مع بعض فنطلع فاصل نرجع نكمل الوصفة تعالوا نبص على البتنجان مع بعض أنا غطيته علشان يترى بسرعة هو بيكون ما بين المهروف والقطع السليمة فهناخد هالراسة كده بالشكل ده اللي هيتغمس وعندنا الصاصة التانية فيها الثوم شرايح مع الفلفل الحراء وزيت الزتون على فكرة اليومين دول هم يومين حصاد الزيتون وعصر الزيتون في العالم كله يعني بسلم على بابا جدا اليومين دول كان بقاله أسبوع في المزرعة هو واخد أرض كده في الأردن وبيزرع دايما في حنين للأرض وموسم الزتون السنادي يعني أنا كنت هناك في الصيف ما شاء الله الزتون سنة وسنة بيبقى السنادي السنة اللي ما شاء الله الله أكبر للزتونة مليانة وكبيرة فكانوا النهاردة بيعطلوا زيت الزتون بفي أكلات تقليدية اللي تعمل في الأوقات دي منها الأكلات زي المسخن اللي احنا واخدين شوية نكيته هنا من السماء بيستخدموا زيت الزتون اللي بيكون من السنة اللي فاتت بيخلصوه عشان الزيت الجديد بالزيت الجديد العصرة الجديدة خلص صارت موجودة طيب حنقلب هنا الفلفل اللي اخدت حميرة مع التوم وزيت الزتون حنحط الطماطم دلوقتي حنحط البهارات بهاراتنا كمون شوية كمون وشوية كزبارة نشوية نديها تقليبة وههرسها تاني برضو بس خليني بس أسبكهم حدقها دلوقتي أضغط الملح لأنه دكنا مكونات كتيرة تانية فلازم دايما نزبط الملح بسم الله هتاخد بالآخر بقدونة وحدي البقدونة استقليبة برضو معاه ندوق بسم الله بسم الله بحين وشارك الملقة كثوم والفلفل وودها في حتة تانية بس أعايزة رشة ملح والهرسة تاني هتاخد ممكن على وشها على فكرة رمان لأنه برضو الوصفة دي تحسوها محتاجة كده شوية دبس رمان مثلاً فهنحط الرمان فرش هو دلوقتي موجود في الموسم حيديها طعم فيه حلاوة ومزازة بنفس الوقت احنا عملنا من قريب على فكرة حلقة عن الرمان وفويده وقلنا قد ايه هو فيه فوائد بالذات القلف اللي هي الأبيض اللي في النص ما بين حبيبات الرمان لجرثومة المعدة وللالتهابات اللي في المعدة مذكور في القرآن وأكيد فويده كتيرة تقليبة بس شايفين بيبقى بالقوام ده ولا هو زي البابا غنوج أو المتبل ولا هو قطع زي المسقعة ننظف الكبق بأنه هنغرب فيه هحط شوية بقدونس دلوقتي شوية كده نقلبهم معاه زي ما عملنا قلنا الحرارة بتبرز النكهات لما عملنا الزبدة مع البقدونس هنا برضو الحرارة هتبرز نكهات البقدونس هتوأزود شوية وعلى فكرة يليق معه برضو الكزبرة الخضرة مش بس البقدونس إذن أكلتنا نهاردة كده تتغمس عارفين الواحد مقاسعات نفسه بقوله بالفلسطيني بابا دايما نقول جاعة بقى لي غماص أكل بيتغمس منها قلية البندورة طبعاً وأهمهم حط في النار عليها ننظف دي ترك على فكرة الاسباتي لكل الفود ستايلس باستخدموها عشان ينظفوا الحلل والأطباق لما تشوفونا احنا بنعمل وصفات والحلة نظيفة طول فترة الطبخ لا احنا في النص كده ما بين الشوتس بننظف الحلل أنا باستخدم لكم قاعدة طاصة حديد الزهر من صناعتنا بكل فخر في مصر دي مصنوعة خصيصاً يعني البراند اللي أنا عامله لكم مصنوعة بكل المميزات اللي ممكن تلاقوها بأي طاصة حديد الزهر عالمية نعمتها حجمها 30 سنتي كمان الإيد الجلد اللي محتوطة اهي عشان أنا أمسكها بكل أمان لأنه ياما لأنه كلها معمولة من صبة واحدة كلها دي ميزة طاصة حديد الزهر فدي بتسخن فياما مسكاها ملسوعة فعملنا الإيد الجلد دي وكمان هناخدها دلوقتي أول حاجة نحط عليها تعالوا هنا بعدها عن النار بس نحط عليها البقدونس بقيته والرمان عشان نزوقها رشت البقدونس رشت الرمان سلام وعلى فكرة بالآخر شغالة نحط خالص دريزل كده من زيت الزتون يا سلام أكلة تعالوا ننقلها ليها قاعدة بتقدروا تشتروها كمان من الموقع اهي هناك الخشب علشان التصاد دي حلو نقدم فيها بس طبعا سخنة جدا على أي مسطح سواء صفراء خشب صفراء زاز رخام فلازم يكون ليها قاعدة خشب حلوة كده ما بتتحرقش معليهاش أي مواد ورنيش أو حاجة الحرارة ممكن تخليها تطلع ريحة عارفين ريحة الخشب العليه ورنيش أو تخليها تلزق فدي معمولة من الخشب الصافي مقاوم للحرارة وتقدروا تقدموا الأكل فيها وتقدروا تصوروا على فكرة الناس اللي بيحبوا التصوير بيحبوا جدا تصاد حديد الزهر لأنه هي هصورها حالا صورة اللي هتنزل على الانستجرام وعلى الفيسبوك صفحتنا عن فيسبوك ماي شو تيفي حاوليكم الصورة حالا صوروا بورتري بلاش الصورة العادية حاوليكم الفرق بين الصورة العادية والبورتري حاخد صورة عادية أهو حالا حقلب التليفون يا مخرجنا عشان تشوفوها وبعدين حناخد صورة بورتري نبص على الفرق بين الصورتين دي الصورة البرتري أوكي شايفين تبقى فيها عمق إزاي والصورة العادية بتبقى فلات تشوفوا الباكراوند إذن البورتري بيلغي كده الباكراوند وبيدينا دبث حلو قوي فدي حتنزل فين على ماي شو تيفي على الفيسبوك كل يوم تعرفيني كنترول كل يوم نلاقي وصفاتك فين يا شاف بتاع في البرنامج وكل يوم برد عليهم الوصفات كلها صفحة مخصصة على الفيسبوك لبرنامجنا غير صفحة القاهرة والناس الرئيسية عشان تلاقوا الوصفات صورها اللينك اللي بوديكم للحلقة الكاملة على اليوتيوب إلى آخره هنعمل حاجة واحدة دلوقتي قبل ما يطلع الفاصل لما أعمل ألاية الباندورة ألاية الباندورة أكيد تعتمد على الباندورة بابا بقى لم يبقى مزاجه رايق وأغلب الرجال الفلسطينيين هما بيحبوا يعملوا القلاية بيحب يقشرها تأشير الطماطم نخسر كتير من الفلاش يعني اللحم بتاع الطماطم فهو بيعمل إيه؟ طريقة طبعا مشهورة عالميا بيعمل كروس هنا زي إشارة الزائد هحط الحلة على النار وبعدين بيحطها بالمية اللي بتغلي لمدة دقيقتين بس حواليكم حالا هنحطها بالمية ويبقى جنبنا تلج كان جوز عمتي برضو الله يرحمه بدخل المطبخ كل فين وفين وأنا من صغري بعشاء يعني أنا معا اللي داخل المطبخ على طول كله بيلعب وأنا اللي عايز أروح المطبخ فييجي يقولي تعالي تعالي أنت أنت بتحبي تطبخي ونفسك حل وتعالي نعمل قليت الباندورة عمه وبإسلام الله يرحمه فكان كد أدخل معاه فأنا فاكرة قالت الباندورة خمس زي وحناكل يقولي لا هنعملها صح هنعملها شوفي حنشيل القشر ازاي بيشيل القشر عنها بالشكل ده بصوا ده اللي بقولكم ما بنخسرش حاجة من الطماطمية بتبقى تطلع سليمة كده بتشال القشر بكل سهولة إيه رأيكي مخرجنا نطلع فاصل ونرجع أكون رواقة المطبخ وتكون الطماطم جاهزة نطلعها ونقشرها ونعمل أحلى قلاية باندورة على الطريقة الفلسطينية وطريقة بردورة تسبناها دقيقتين بالزبط في المية وطلعناها على مية بتلك بصوا تتأشر ازاي كل سهولة مطرح ما قطعنا بالسكينة منقشرها وعلى فكرة دي لما بنشتري الطماطم المعلبة الإيطالية تيجي هول كده ساعات زي ما هي طرية طبعا بس من غير القشر ودي الطريقة اللي هي تتأشر فيها بعدين هقطعها سليسز اقطعها شرائح ممكن تعملوا سوس الطماطم في ناس تحبش القشر فيها خالص هي دي أسلم طريقة لتأشير الطماطم بسهولة للطبيخ طبعا بعدها مش هنعمل فيها سلطة هنلازم هتدخل على حرارة إذن قليت الباندورة الفلسطينية الشهيرة والبسيطة والعلى بساطتها يعني تعتبر من الأطباق الشعبية التراثية اللي منقول نحن نملك هذه القضية بكل تفاصيلها ما فيش حاجة صغيرة لازم نتخلى عنها أبدا طيب الأكلة دي فيها الكثير من القصة يعني قصة الفلاح الفلسطيني البسيطة اللي تأثر طبعا بالتهجير وتأثر بالنزوح والحد دلوقتي بيمارس وصفاته وهويته بشكل كبير وبيحافظ عليها أول حاجة بيحافظ عليها زيت الزتون زيت الزتون بالبيوت الفلسطينية بقى صفايح كتير يعني هو كميته بالوصفة دي حتى بتبقى شايفين؟ مش مجرد بس نحمر لا هي بتبقى ظهرة فهنحط زيت الزتون ونبتدي بالتوم والفلفل هي حرقة اللي بحب يعملها مش حرقة قوي يقلل الفلفل بنبتدي بالتوم بيبقى شرايح أكلة أسهل من سهولة بسيطة وساعات حتى بتتعمل زي الشكشوكة ممكن تحطي لها بيض بس أنا النهاردة عايز أعملها بالطريقة البسيطة دي التوم كده بيعمل يعني بنستخلص نكهة التوم جوه زيت الزتون الفلفل الحرق كمان حلوتها بتحرق هاي على الفطور سوفت أحكي فلسطيني معكم جنب البيض والزعتر والزيت ممكن الحمص ممكن المتبل ممكن المناقش أساسية ومن سهولتها الرجالة بتحب ده نتلاقيها لا 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 القلاية عليه سيبوا القلاية عليه فهاي الوصفة يعني اليوم أنا بستأذن من الرجال الفلسطينيين أني أنا بأخذ النهاردة الدور ده ما بنحرقهمش يدوبك بس بيتدبلوا كده ومنقوم حطين الطماطم بتقطعها شرايح هرشلها ملح فقط لغاية بتطبق حاجة تانية نطبق الملح ونطبها سترق أنا ممكن أخذ حاجة هنا المفروض أعمل كده بس عشان الوقت إحنا بس نسيبها على النار ونروح مع بعض لبص ندوق رأيتم ندوق أنا عايزة دوق البتنجان الصراحة طيب حنعمل إيه؟ حناخد طبق أنا مجي أنا نوية دوق من الأول ناخد طبق هاتو مغرفة ونقطع العيش اللي إحنا كمان عاملينه أنا صورت ده خلص شفتوني أمان هنقوم ماخدين من الخلطة دي وناخد تعالوا معي على الرغيف ده بسم الله الرحمن الرحيم ناخد حتة من الرغيف يا سلام ونغمس بقى بسم الله الرحمن الرحيم نعايزة دوقها مع الرمان مع البقدونس حقول حاجة بقى يعني خلاص ممكن نطلع خلاص نمشي من الحلقة نكمل بقى مش عايزة دقيقة زيادة طعمها يجنن قد إيه أكلنا البسيط رائع أنا حرجع هنا للقلاية بقول لها يلا يا قلاية بسرعة عشان نغرفك هي سهلة بس تعايزة يعني شوية وقت أكتر فأنا بسرع بس أني بهرسها النهاردة أكلتنا سوبر بسيطة شوية كتنجان بصل ثوم فلفل حراء السماء وكمان رمان كلها مكونات بسيطة ومفيدة عندنا الجارلك براد أو خليط النحل بالتوم والجبن خلاص دي على وشكة وحنقدمها بنفس بنفس الطبق زي ما هي كده حنحطها على برد خشب طب تصدقوا والله الوقت برك أهو هي مفروض بالزبط تبقى كده لما هرسناها سرعناها تحفى منطقة الأطراف زي ما عملنا خط في النار شايفين قد إيه بسيطة؟ بس صدقوني حتدمنوها لو جربتوها بذات إن الشعب المصري برضو بيحب الأكل الحرش كده والسبيسي بصوص الطماطم أهو قادي القلاية الشهيرة اللي برضو دلوقتي في الآخر بيقول إنه هي لي وهي مش لي هي أهين ندوق ندوق مع السلة زيت الزتون ليه تأثير على التوم وعلى الطماطم بيخلي طعمهم مع السل بيقولوا بفلسطين خبزي وزيتي عمار بيتي فعلا البيوت يعني منش لازم بقى فيها لحمة عشان يبقى صفرتنا عمرة صفرتنا النهاردة عمرة بشوية مكونات بسيطة وأكلات شهية حتشوفوها على اليوتيوب على صفحتنا على الفيسبوك وأشوفكم الأسبوع الجاي بحلقات جديدة حلوة ووصفات مختلفة منروح السند والهند منعمل وصفات كتير بس منرجع ونحط رحلنا في بلدان العربية المليانة ترا في جنب باي اشتركوا في القناة